نحن 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 هيا تغير تغير دعني انا عوض نقعوض هون؟ دائما انا نقول أنا متلقى لها معك عادي مثل.. إنو أنا أكبر إنو أنا أختيك الكبيرة تسفى كلمتي فعني دائما في كلا لها معك طيب أول مرة بتعمل بودكاست؟ لا، الثانية لا أتأكد ثانية نعم الثانية آه الثانية بس زمان هذه كانت نعم، قد حتى أثناء عام حسنا كان عمرنا تسع سنوات انتو بلشتو ولا شجعكم انا ابدو بلشتو قلنا لهم لمين اول شي لرغد اوكي بعدين وبلشنا نصور نفس اليوم احنا بلشنا اول سنة نصور بس مع رغد بعدين بلشوا علي يدخلوا ويساعدونا وبلشنا نصور فيديوهات وصلنا لهون اوكي بلشتو مع رغد رغد قابلكم بلشت مش بلشنا معه هي بالفيديو هي كانت انو شخصية غامضة هي كانت ورا الكاميرا هي ورا الكاميرا عرفينا عن رغد رغد هي اختنا الاكبر اوكي موبايلي موبايلي اوكي اوكي رغد هي اختنا الاكبر براضيات شوية اكيد اكتر من 25 ثانية لا لا 5 سنوات رغد 5 سنوات اوكي ممكن 5 سنوات لا 4 سنوات وهي فتحت لنا قناة لما كان عمرها 12 سنة وصوت لنا كل شي بعدين بلشنا نصور بي ايفون 6 وصورنا هون وبلشنا نصور بكاميرا واتطورتوه بس هي مش قصة كاميرات والكونتنت اللي عم تعملوه كتير حلو بس هي فتحت لكم فتحت لكم انو انتو تونز وهيك مهضومين وصغار بعدين انو اكتشفت المواهب اكتشفت المواهب السرفية وبلشنا طب وانتو كيف ايم تعرفتو اول شي يعني هلأ في موضوع انو انتو انشهرتو هلأ منحكي عنو بس انتو كنتو عم تتسلو ولا حسيتوه انو نا موضوع احنا بلشنا تسلايا بس احنا يعني بس تسلايا كل يوم كنا نصور فيديوهات وكنا نعمل اشياء هيك بسيطة كنا نساوي سلايمز كنا نساوي ناكلس كنا نساوي يوميات فبس هيك كنا كنا ننبسط وحنا نصور يعني الهسة بس احنا بلشناها كأنها ريك لعبة مو كأنو اشي يعني مو زي هلأ بلشناها اشي يسلينا يا وهلأ بيسلينا وسيريوس نصل حاسين انو سيريوس هلأ شوي طب اي بارت بتحبوه اكتر انو هو يصار سيريوس ولا انتو هلأ مثلا بتحسو حالكم يمكن مضطرين تعملوها كجوب لا حبينا انو بهالعمر الصغير انو وصلنا لكل هاي النجاحات وهيك وعمل ننجح اكتر اكتر لذا مناخدها سيريوس طريقة يعني مسلية مسلية انا بشوفها مو كجوب او كشغل او اشي سيريوس انا بتطلع عليها من ناحية انها فن وزي هواية هواية تصوير بلنسبة لي هواية كتير بيحب التصوير يعني انا بقناحها دايما نقوم ونصور وهي بتحب التصوير كمال بس انا اكتر انت تصوير فيديوهات يعني انت بتحب التصوير و بتحب تعمل الكونتنت نفسه أحب أقوم بعمل التصوير حسنا هي المخرجة لا حقاً ماما وبابا المخرجين هم يجيبوا الأفكار ونصور هم اللي يرتبوا كل شيء حتى اللي بيعدر فيديوهاتنا بابا أول سنتين كانت رغد بعدين بابا حب أنه يفوت ويتعلم على المجال أكثر وكمل معنا بابا لأنها كانت بتوجيهي فما فيها تفضي وقتها لنا لازم تفضي للدراسة فبابا اللي هلأ معنا من هداك الوقت بس يعني التشجيع كان من الأهل كله من الأهل كله طيب بس تصفو البرودكشن هلأ قدي عم ياخد من وقتكم بشكل عام يعني أنه أنتم مثلاً بالمدارس عنكم التزامات براسة قدي عم ياخد وقت لأنه حسات الـ content كتير كتير كبير ومدروس هلأ احنا في بعض الناس لاحظوا أنه منقطع شهر أو أقل مرات لأنه بيكون عنا دراسة وعنا فاينلز فما فينا مرات نفضي وقتنا للسوش الميديا بس هالفترة سوينا جدول أنه متى نفضي وقتنا متى تصوير يعني منظبط الأوقات كل ما بدنا حاصل المود أحياناً وحياناً نسوي أنه هالأسبوع كله مثلاً ثلاثة أيام دراسة ثلاثة أيام دراسة هلأ احنا من النوع اللي بدرس قبل بيوم ما اللي امتح عشان هيك يعني نعم ما في دراسة بين الأسبوع بس قبل بيوم خلص 90 بس هيك بس هاي شغلة كمان بتحسوا حالكم أنتوا نجحتوا بمحال أنه مثلاً بتلاقي أنه الدراسة مثلاً يعني يمكن عم بتعرقل أو بتحسي أنه لا أنا بعد عندي هدف معين أنه أصل له غير بيوم يوتيوبر أنا بحس أنه بسراحة يعني بسراحة أولو البتكونية بحس بالعكس ما في أي عائق للتصوير إذا أنت حاب تصور وحاب دراسة بس أنا دائما بحب دراسة أولاً لأنه دراسة أهم والشهادة أهم فبخلص دراساتنا بسراحة أنا عن تصوير بالنسبة لي أهم يعني لأن دراسة قبل بيوم فما عندي معنى وأنا عارف أني راح أشتهد فيها يعني في وسيلات مظبوط لأ هلأ الدراسة الدراسة كتير مهمة بس مش هون الموضوع واحد عم يدرس أكيد عارفينها مهمة بس أنه عادةً لا يوصل لهدف وينجح بالحياة أنتوا الفرق أنه أنتوا نجحتوا بالحياة عملياً من اليوتيوب صح وعلى عمر كتير صغير فمسلا هلأ الطموح وين صار بالنسبة لإلكن هل هو بشي مثلا بتشوفوه أنتوا بالدراسة بعدين لشي تاني يختلف ولا بالمجال اللي أنتوا بلشتوا فيه أنا عن نفسي على المجال اللي أنا فيه بحب أركز على أكتر لأنه أنا من وانا صغيرة بحب أصور نفسي أصير يوتيوبر كونتنت كرياتور صرت يا حبيب تسلسل عشرة مليون أنا ما عم بفهم السؤال أنت أصدق للمستقبل؟ لا أنا أصدي أنه حدا تاني بكون عنده طموح لأنه بكون عم يدرس وحابب يصير شي حابب يصير أنتوا سرنا شي بالضبط فشو الباقي؟ بالضبط فشو تموحكم بمجال هل أنه هيدا الشي عم بيكون الدراسة عم تحسوها أنه أنا لازم خلصها بس بدي أرجع على المجال اللي أنا فيه؟ الدراسة أكيد أولا لأنه ما حد يعرف إذا حيضل في يوتيوب أو سوشال ميديا فلازم يكون عندك شي ورا يعني فمثلا أنا إذا خلصت مثلا دراسة أو أمين إذا مثلا صار شي باليوتيوب أو هيك وبطل في سوشال ميديا أخرتي أروح أشتغل يعني أروح إنو أسير شي هللشان مشكلة أنا لسا ما بارب شو بدي أسير كان عساس إني أقلد رغد وأسير الدكتورة أسنان بس بعد ما عرفت معاناتها بطلت رغد صارتي بروديوسر هلأ آآ أول فيديوسر عم تشتغل production لألكم صاف؟ رغد كمان أنا فلوانسر هي وعندها هي زيني بناشت يوتيوب من سنتاني بناشت يوتيوب من سنتاني هي كمان بناشت يوتيوب من سنتاني ومن أول فيديو ضربت شي ضربت وصالت بس ما هيدا هيدا شي يعني البوينت إنو كمان أدعم تأسروا على أصحابكم أدعم بيحسوا إنو أنا كمان بدي أساوي هيدا الشي آآ شغلة ميحة يعني تأسروا عليهم إيجابيا بس أدعم يعني أدعم بيكون الموضوع إنو ما عنا اهتمام أكتر بشي تاني غير هيدا هيدا الشي يعني أنتو نجحتو بس أدعم بضيعكن بالحياة نوعا ما بين إنو تختاري بتقولي أنا إذا ما إذا راح اليوتيوب ممكن السوشال ميديا بالشكل العام مش هيروح مطرح بضال ما حد بيعرف ما حد بيعرف شو حيصير لازم يكون عندك باكب لكل إشي هلا أنا أصلا للسبع من الصغير ما حد بيعرف شو بدي يصير صح ما حد بيعرف شو بدي يصير صح سهل الأسئلة شوي صغيري إذا لو ما كنتوا يوتيوبر شو حابين تكونوا لو ما كنتوا يوتيوبر ها ها أعتقد أني موضل يمكن أو أكتنج مثلا بحب الأكتنج أنت؟ لا أفكر فيها حتى فكرت بفكر فيها بس كتير خيالات ما بعرف شو بدي أكون هي يوم بتتصير هيك يوم هيك يوم هيك يوم هيك مرة شرطية مرة محققة مرة دكتورة مرة حسب المسلسل يعني بطب صح صح حسب أي مسلسل عم تحضر بس هدا الشي طبيعي يعني واحد دي هالعمر ما بيعرف شو بدي كل مرة بيغير رأيه أكيد طيب كول كيف ردة فعل أصحابكم كيف يتعاملوا معكم؟ بتعاملوا كأصحاب نفس الشي ولا بيحسوا أنه صرتوا سيليبراتيز وبتحس أنت أنه في العلاقة بينك وبين أصحابك هي مبنية على أنه أنا مشهورة أنه أنت مشهورة حسنا لأنه لما اشتهرنا احنا كنا بمدرسة لفترة طويلة نفس المدرسة اشتهرنا هم معنا التعامل بتغير التصرفات بتغير النظرة بتغير لذلك أعتقد أنه لقد أخذت الكثير من أصحابي على فكرة ما كنت بمدرسة قديمة لأنه بعضنا شوي هم كمان يعني فككنا شوي لأنه مثلا حتى فيك تشوف يعني مصلحة بتحس ناس بيصير معك بس يحبوا المصلحة اتكد هسا الأصحاب تبعوني بطل أصحاب لأنه ما في أصحاب هيك المفروض الصاحبك يتمنى أنك الخير يكون زيوي يعني أخوك أختك بس هلأ كله مصالح ممكن تلاقي بس واحد بين محورك هلتكن أصحاب أكثر أونلاين من أنه أصحاب حقيقية حقاً لدينا أصحاب حقيقيين بس من نفس المجال لأ عنا إياهم من نفس المجال اللي إحنا فيه وأنه أصحاب بالمدرسة أو بين حولينا بنعادوا على الأصابع 1 2 3 4 5 بس أكثر بحس أنه ما بحب يكون لدي حوالين كثير من الناس بحس ومعرف شوية بكون أحسن أنا هيك بحس أسهل التعامل معهم بس أنه أكي الأصحاب بس أنت فيك تتقدري مشاعرهم أنه هني كمان يعني شايفوا بنات هيك أنه انشهرت وشوي بدون أن يكون في شوية حساسية صغيرة طبيعية طبيعية أنا بحس طبيعية كمان بدر أحط نفسي مكان وأشوف أنا مقدر يعني مقدر الموقف مقدر طيب ما جاهلكم باليوتيوب أكتر صح؟ يا بلشنا يوتيوب بعدين ما كنا على إنستجرام بعدين هيك بعد كم سنة فتحنا إنستجرام وفتحنا ميوزيك اللي كان وقتها بعدين صار تيك تاك وبالتيك تاك كل واحدة لحالها بالإنستجرام فتحنا واحد مع بعض وقبل ما نفتحه كانت عندها كل واحدة لحالها فلهلأ هم موجودين نفسهم بس بلشنا إحنا من يوتيوب باختصار كل موجودين هلأ طلعتي لسؤال حلو كل واحدة راح على أو مع بعض شو الفرق بالنسبة للكونتنت وقدي بتشوفي إنو أنا بدي كون عندي مي اون كونتنت أو أيمتى بتفكري إنو يمكن يجي وقت إنو نحنا نفترق بموضوع الكونتنت أكيد راح تضلو إخوي يعني هلأ إنو قصدك إنو لو كل واحدة الحالة بالكونتنت لا قصدك إنو ممكن مثلا نفترق بالكونتنت يا سيد الحالة وإنتي الحالة كمسلا أوه أوكي هلأ إحنا اشتهرنا ساعتية شواء نفترق إحنا شهرنا كروان وريان فبنكمل كروان وريان بس في إنو كل واحدة عندها شو بتحب الفيز تبعها يعني كل واحدة عندها إشي إلا فإنو بيكون في حساب لكل واحدة وبتسوي فيه اللي بدهية مثلا على روان وريان ما فيك تنزل كل شي لك كل واحدة لحالة لازم مع بعض فم مع بعض عندنا كونتنت ولا حال عندنا كونتنت فهذا الشي هو أنا أعتقد إنو حتى أنا لقدام مثلا لقدام أنا ما أتوقع تفكك عنك وما أخليك تفككي من السوش الميديا عني فأعتقد كل واحدة يكون عندها حسابة لحالة تسوي الكنتنت اللي بعجبها بدهية فاشن أي شيء بدهية وما نكون سواء نفعل أشياء لأنيية هم نحبها مشتركة نقاط مشتركة بلا أو اللي طلعنا فيها طب الكنتنت اللي عم تعملوه أو الأفكار هي مبنية عطول على إنو ديو عم تكون آه يعني مثل 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 مسابقات مثل طعم أغاني أو عم تكون عطول ديو بس بعض تكون يعني بعض تكون يعني أنا بس سوي فيديوهات حالة واحد بالمية واحد بالمية الحال أوكي بس ما بتفكري إنو تعمل شي لأيلك لحالك أو بس هو الموضوع إنو لأنو حطيتو الاسم روان رايان إنو خلاص هيك لازم يضل هل إحنا عشان توأم ما حد بفكر سوي شي لحاله إذا هي ما بعرف يعني أنا بحس إذا هي حاب التوشي لحال أخيان تسوي شي لحالة عادي إذا حاب بالنسبة لي أنا حاب أضل ما أصوي معك لأنه إذا سويت شي لحالي أصل غمزتني على فكرة ها؟ غمزتني نعم لا هي فعلا حابي بس هلأ طب العالم أو اللي هني عم يحضروكم بيحبوا يشوفوكم أكتر مع بعض هيك تعوضوا مثلا إذا نزلت لحالي وين رايان؟ إذا رايان نزلت لحالها وين روان؟ تخانقتوا كيف يعني كيف؟ فبيحبوا أكتر نكون مع بعض حتى بالصور يعني إذا نزلت رايان مثلا صورة لحالها بتفاعلوا لها بس إذا أنا وياها بتفاعلوا أكتر يعني بحبونا أكتر مع بعض أو العكس أوكي طيب نايس بس اللي تابعوكم بلشوا معكم من عمر صغير بتحس إنه هني صارلوا الزمان كمان شافوا يعني مرات اللي بيكون الأطفال بيكونوا عم بيعيشوا للحظة على اليوتيوب إنه مثلا إنتوا سفرتوا أو طلعتوا أو اشتريتوا بيت أو غيرتوا تياب أو هالقصص هيدي اللي عملتوا شوبينج عم بتعايشوهم تبع حياتكم اليوميات بتحس إنه اللي كانوا معكم يعني بعدهم متابعين فترة طويلة معكم كعالم أو كجمهور أو كفانز يا هو هيك أنا بحس إنه من لما بلشنا هم كلهم كانوا كيدز وإحنا كمان كنا كيدز كبيروا معنا يعني بكبروا معنا بحس منهم تركوا ويرجوا بدالهم منهم ضلوا إنه أنت بتزيد عدد ويمكن أنت نعط شوية عدد بس إنه أنت عم بكبروا معك ناس ورح يعرفوك وحيعيش معك اللحظات والأحيات شو سويت بحياتك كان هم معك أخدتوا ماي بوينت؟ نا 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 طب أي أكتر عطوب تعملوا كلابريشن مع أشخاص يعني مع يوتيوبرز ثانين ومع أشخاص مو عطوبة مو عطوبة بس إنه كتير قليل يعني إحنا أكتر شي مع بعض نصور نحب نركز باليوتيوب على محورنا أو كي ونكمل بس ما حابين تعاملوا مع حدا كتير مشهور عادي يعني منسوي منحب نسوي بكلابريشن يعني إذا إحنا نعمل مع حدا تاني آه منسوي بس مش إنه يعني نفكر إنه خلص نسوي كلابريشن مع حدا هيك هيك لا تكسب شغلك لو تيجي الفرصة أوكي يعني لو تيجي الفرصة يعني نعمل أصفان لما تسوي كلابريشن مع ناس إحنا كتير منحب أن تسوي كلابريشن لأنه بيغير المود بيغير جو الفيديو بيغير محتوى بيغير محتوى بيطلع 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 كونتنت جديد هايدي قديش عم بتعانوا منا قصة الأفكار إنه ما ترجع تتكرر هي زيتا أو تكون نعم تطلعوا بالأفكار البابا بساعدكم أو مثلاً ممكن حدا على اليوتيوب ويبعط لكم فكرة معينة إنه تعملوها لا احنا منطلعها ايه احنا منطلعها أو منسرة يعني يعني للعالم الأجنبي اه شوف هايك هيده هاده هيده 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 انا ناقضي فكرة يعني في فكرة شو اسمه أنا روان شفناها من اليوتيوب الأجنبي وكتير حبناها وما كان كثير مشهور هناك كمان واخدناها وصوناها عنا وكتير ضربت لدرجة انها تعطلون دقم واحد بالوطن العربي كل حطان سويها وجابت فوئل ثلاثين اربعين مليون مشاهدة ووهو شو هي الفكرة ويديد أبو ثلاث أطباق كنا نسويه احنا صغار من سنتاني كانوا هيك تحديات يعني كان زي بيجيبوا أكتبس مثلا الحقيقي وصحن فاضي وفي واحد قوميو اي تنك هيك الشي وفي ثلاث أطباق وفي ثلاث أطباق لا بأس اوه لا اوه في ثلاث أطباق هيك ايش زي هيك يا اطباق بالكورونا احنا صورنا اكتر فعشان هيك مصنكنا محجورين اي مظبوط وعملتو هاي دي الميد انه هي مع كورونا ميه كلمة تفكرة ايه شو قلب انت كنت الميد عملت معك كورونا صح ؟ في فيديو اطلعت فيه أوه بعدين مازلت إطت pouch، كتير حلو الفيديو كان مكان شاعري هي إيه، كانت يعملي شعريك وعملتي أنُoo بدك لتاخذت إجازي من البيت اوه، يا رجل وعملتي انه معي الكورونا أنا لديك ور Danish أنا لديك ور medals بنتصورها مرة سنة هاي لا بده�� أنا حالا لنشتي الدور إذا أدعو lungsتطر الحلقة بعدها nikmatull انا نسيت الدور اذا كنت نساور حلقة بعدها بانسى الدور هذا شخص بس هلو انا لدي واحدة شخص وهي عندها هي كل شخص تمثل شاب لانه انا مفاضي انا عندي اكسنت غير عنها بطريقة تتكلمس المدام طريقة في طريقة كل شخص احنا بلشنا نفعل هذا شو من 2017 لذلك كنا نفعل اي شي وضبط معنا نكملها كالسلسلة وضبطت بس كيف عم بتقولي انه انا عندي غير اكسنت او غير بالفيديو بالفيديو مو بالحقيقة بتاخدي اكسنت معي انه لجنسية ايو 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 بس تحكي خليجي انت مين انت اردنية صح؟ بس بتحكي قدي سألكنهم لهم اولدنا هون بس ما تخلطنا كثير مع ملاتين بس بحسة بتحكي اكتر منك خليجي يعني الاكسنت تباعة شوي تعرفي تكلمين؟ خليجي انا اول كلمة بعرفة انا بعض في كم كلمة اطلع معي احكيني 100% خليجي احكي لي افتح الدريشة اهيك ما بعرف انا شو دريشة يعني شباك اوكي ما توقع انها خليجي بلا يا خليجي مين بيحكي دريشة توقع سعودية يا جماعة يحب بعرف بس يحلمنا عشان ما نخبص ما بعرف انا خليجي تبتع عرف خليجي؟ لا الاكسنت شوي صغيري انه ما رح جرب بس انه مبتع انا ما رح جرب بك ليش ما رح جرب زينة لا بخاف غربت بس هي زينة هاي شفتي زينة مش زينة مثل السعودي او خليجي اه والله مثلنا نحن نقول مثلنا اه في الزبدة اه الزبدة الزبدة مع السعودية كنت افكرها بمزح لما ولا زبدة ما كنت اعرف ان هاي انه المهم الزبدة يعني الموضوع نعطيني الزبدة الزبدة يعني خسر شو الموضوع بتعرفي منين جاي المثال بس الزبدة بتطلع من الحليب اه اخر شي بدون يطلعهم بس يروغوا الحليب واخدوا اخر شي بدون الزبدة يعني عطيني النتيجة شو النتيجة اه 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 طيب بتعملوا برانكس اه 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 انا ما لحقت حضرتهم كلهم يعني في كتير اشياء حلوة انا اعتقد لما كانت قادرة بالحديقة وربطتها كنت عم منتقم منها لانك قبط عليه سلايم موضوع يعنيиной اوها صلة صلة لانا اشياء اخ Belo اون здоров تقول فيك الدروبة ماذا يعني؟ تحديد اه هي بتحديد مقالب حبيبتي انا بسوي اكتر هي بتجربت ان تقمس مرات ما بتقدر اه هي بتتحمل اكتر بتحمل مقالب انا اكتر ما بريت تحمل انا بتحمل يعني بهدأ بهدأ لكن هي انا ما بقدر انا هيك انا عصبية بدمي هيك انت ريئة ريئة بس بس تبجي خلص خلص انا ريئة بس ما اعصب حاصل صح طيب كول بدي اعرف شو شو الاشياء اللي انتو اشتغلتوا فيها كبرانز يعني شو عملتوا اه او عروض اجتكن هيك على مستوى انترناشنال او شوي شي بالفاشن منين عم تجيكن العروض بشكل عام مش طروري من وين من اي مطرح بس انو اي ستايل عم تلاقيون عم يجيكن اكتر احنا عم بيجينا كتير من جهة الميكوب وعم بيجينا من الفاشنك من المرابس يعني والميكوب هو الاشياء كتير بتيجينا كتير كتير اكترش نمشتغل هلها مع بلندات ميكوب وتياب مو اكثر شي ميكوب بس ميكوب اكتر من وتياب ميكوب بس من كل مكان بيجي سياحة و هاي حسنا اذا سافرت او عملتوا شي مسلا للسياحة في عنا يا بنا هتكون رحتوا عى تركيا باتريد اه نعم صح صح فعنا اشي للسياحة احنا هكذا فعنا شي للسياحة حنسافر ونكبشه لعشرة فعنا اشي مطلح الناس محن رحكي وحن شروعك هل سيكريت؟ نعم خبروني محض رح يسمع نعم محض حي سيسمع محض حي سيسمع محض حي سيسمع اوكي بس بتحبوا الميك اوب بتحبوا الاتحاباتو انه صار شي انه هل تحب أن تتحرك؟ حسنًا، هذا هو الشيء جيدًا عن التوين ما كنا احنا تسوي ما كنا نحب الشابين كنا نحب تضيب البيت فماما كانت تروح تجيبوا نفسي كنا نظل نفسي بعض بس هلأ مش كتير بس اي تينك رح يجي يوم وخليت لبس نفسي انا بحاول لقناحها بس ما بقتناح هو الفكرة انو الاهل بصيروا يلابسون لي بينوا يشبهوا بعضهم اكتر الناس بفكرونا توينز فاك يعني احنا عميحانا توينز بس انتو مش ايدنتيكال صح؟ لا مش ايدنتيكال بس احنا توينز دادة توينز ووالله احنا توينز احنا توينز احنا توينز احنا كمان الطينز قصدك بالمشاعر أيضا كل شي الا هيا انو احنا فكرة اي موجودة لبس 이�akh », او الـ اسمتلاح، انه احنا احنا للحاس recycle احنا احنا الحلوبة كمان احنا ام أحنا يجب الخيات احنا 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 تقول اي مرضي احنا تتراصل مع هيا عضي اي وانا فاوή هيا احنا احناي خاطر احناي قامتون هنا dissemin احنا أحناير جود عند انكون احنا قمل خاطر كل شي احنا أشياء قدامنا أنا بختار إشي و رح أقولها شو بتوقع اخترت أو شو بتفكري أو شو تبتع أنا عمل شي هلأ هون أوكي يا رجل ديك تفكري بشي أنت وهي هيك تقرب مش تروي تصيبوهو زي لازم ثغرة هلأ المشكلة أنا الشي بفكر فيه لازم غيره ويه لم أفكر تمس أطني هم برا مدروح مكانه كده أوكي أنا مفكر بشي هلأ بدي أسوي كمان شاي أوكي لما نروح بدي أسوي شي بدي أعمل شي بدها تروح على مطعم أكله بيتوتي مظبوط لا مرحب والله حاكت رغبت أرشي المطعم تافي لا بس حكيت تيها من قبل حاكيت تيها لا من الشهر من فترة كيل طويلة عائفة أوه مدماء هي دائما كل يوم تقول خي نروح هناك بس ما نروح حتروح فاليوم توقعت أنها تروح منروح منروح تؤدينا هم؟ حسنًا 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 طب أنا أفكر وانت حسنًا حسنًا بطري أقولها كلمة كلمتين يعني أعطيها هنت هي أعطيتك هنت أترك هروح مكان انت شوفك تحكي حسنًا ما أريد أن أعطيها؟ لا ننسرع من هنا مدرسة مدرسة مديرات ما شوفك؟ مدرسة بكرة شخص المدرسة بيوم الخنال شخص المدرسة بيوم الخنال روان مالعب حكرتك تكوني منحكرتك خكرتك أمل مدرسة أوه أريد أن تروح تاخذ شيء هادئ نعم آه محص لكن أنا محص أنت تفكري بالفكر فيه هو يجب أن يكون الطاغيرين انت لازم تحكي شي و احنا بقانو ايها نعرفها هل هو انا تفكر بشي بس ما بصير احكيه هي عارفنا و انا عارف و ما فيها تحكيه اوه اوكي و انت عارف شو هي عم تفكر انا اعلم بس ما رح اقولها و هي ما تقول لي بودكاست شكلها شي بالبودكاست لا لا في شي لا احد ستعرف لا احد ستعرف طيب لا 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 طيب في موضوع كثير 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 مهم حكينا فيه بس بنا نحكي قديش انتو حاسين حالكن متشور قدي حاسين حالكن كبرتو اكبر من عمركن او قبل عمركن قديش فيه اشي خسرتوها او قدي اشي ربحتوها بهيدا المجال اللي انتو بلشتو فيه وهيدا الشي بيتطبق على اي شخص مثل هو صغير او من شهر هو صغير قديش بتحسو انه فيه اشي بطل فيكم تعملوها بس نكبر لا بالوقت الحالي اعتقد انه اللي ما فينا ناخده ما فيك يكون عندك برايفيسي ابدا به هالمجال وما فيك يعني تسوي كل شي بدك يا الناس رح يعلقوا ومنتبهوا ع كل اشي فبدك يكون دقيق واشياء ما فيك تسوي هالسا فيك تكلم اذا بدك ما فيه ما فيه ما بعرف اعتقد انه ما فيش يعني فيك تسوي اللي بدك يا الناس ما توقع حصلت شي عم بحكي انا يمكن اكتر عن انه انتو كمشاعر يعني كأنتو فيه اشياء مثلا بتحبوا تعملوها بس هلا اصرتو شوي صغيري انو ما ما تحب له مش ما بتحبه بتصيرو يعني ببوزيشن معين انو عن جد انفلوانسر عن جد حدا مشهور عن جد يمكن بطالة تلعب متل قبل او يمكن اذا بتراقبه اذا فيه فرق بينك وبين اصحابك بالسوشال لايف بالعكس انا بالعكس انا قبل يمكن ما كن فيه اتسوي كل اشياء بس بحس هلا صار عندي متاح كل شي بدر اتسويه كل شي فن ما كان فيه فكرة عن الحياة قبل بحس محس هلا انا اخد فكرة عن الحياة اكتر وفي كتير اشياء بدر اسويها كان بيسويها زمان وتفكير اكبر انو عمرنا اصددت شيء جيد لقدام يعشان نعرف كل شي قدام افتخبص اذا انا بالعكس انا بالعكس هلا صار فيه اصابك كل شي فديا غير ما هو بس نرجع الورع انو يمكن لما كنتو اصغر حسيتو بقى التنشن كتير وكنتو بعدتون اصغر يعني هلأ اعيتو شوي صغيرة على الفكرة وتقبلتوها صار كل خفصة سنين ست سنين او ممكن اكتر عم تعملوا كنتنت وعم تنشهروا بس اول ما بلشته حسيتو بشي انو هالاتنشن انو منو طبيعيك او شي انو نحن هلا استوعبنا التنشن اللي اخدناها نحن صغار كنا يعني ما نفهم كتير بالارقام بالارقام يعني اهمنا بس انو نتسلى حس انا بهمنا نتسلى كمان كتير كتير لازم عشان تحب اشي انو هلا استوعبنا التنشن اللي اخدناها انت عشان تسوي الشي اللي بدك يا لازم بدك تكمل فيه بدك تحب اول ماني ما فيك تطلع عليه من جهة غلط لازم دائما نطلع من الجهة اللي حنا بنلوح عليها فهمتو كيف يعني؟ يعني لازم تطلع من الجهة الحلوة من الاشي عم نسويه بس هادي هي انو كمان بس تصير الموضوع شوي تحول كشغل بيصير انو بتقولي انا طيب بدي وانتي قلت كلمة انو انا ايوانا كيبت فان بل لازم يكون انا بحبه ليضلوا جنيون وانلا ما بيأثر بالعالم بشكل عام يعني او العالم ما بتتفاعل متل ما قبل انو انتو طبيعيين كتير على الكاميرا كل شي بتعملوه طبيعي قدي صار الطلب على الكونتنت او انو تحول انو شصار شغل حاسين في مسئولية صارت انو انا بدي يا بدي كمل يا بدي اعمل كنتنت بدي اخترع فبطلت على طبيعتي هل انو بتلاقي هاد الشي بتخافي منو انو يتحول انو لشي بتكون عم تعملي كالجوب ضروري طوي ايوة والناس طلبوا كتير يعني مرة يمكن احنا طعنا مابي اسبوعين بس مش من الفترة طبيعي عشهر والناس بقولوا وانه فيجيو وانه فيجيو عشان كذا 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 احنا نقول انو يعني احنا عنا شوية بدي حنا عدو شوية اشياء يجب انكملها ويقدرونها فهذا الشي بيخوف بس اي تنك هسا لا انو ما بيخوف لانو اتس اوكي يعني انت فيك تقدر انو يعني انا زمان كو اطلع رقام انو هزا يعني 30 شخص مو كتير لكن لما تطلب انو 30 شخص الحياة بيجي بيحكم معك هذا رقم كبير وبطلع عليك قدوة مثلا مثلا هلا عشة مليون انسان مثلا بيتابعك بدك تطلب انو هزا عشة مليون رقم يعني هذا انسان ضبيق 1 عشة مليون ومتطلعوا عليك وبدهم اياك تنزل اشي وبدهم اياك تفعل معه انو احنا وعدينهم احنا لازم ننزلهم وديهات وفي مسئولية كمان عشان يعني احنا وعدين الناس فلازم نكون هذا مسئولية طب مي بيساعدكم تعملوا الافكار يعني تجددوها وتطوروها مش بس تتجدد يعني انو تطور وشو تموحكم شو حابين تعملوا اذا عصائد اليوتيوب انو كيف يكون Torah بلاش عملتو اغاني وين حابين تصيران متى مينيز الذي كنا كتير صغار كنا كتير حابين كنا نراه Granת واغاني وطنية واغانية منك شفتم في شي على السعودية اه عم فكر اغنيتي السعودية صاروا بيحطواها مدارس كتير بالسعودية طيب كتير منهم Waar احنا واعلم و احنا صغار كنا كتير حابين كنا أي Anix دينية.. شفتم كلهم موجودينش اليوم من اليوتيوب وحنا صغار كنا كتير حابين كنا نأغاني زي القنوات التانية كنا نحب نغني كمان كنا نحب نغني بس ما نمتشفنا الوسطنا مش في هلا أوتو تيون ما بيأسير في أوتو تيون كتير بس خيلا بدك تغني بالحقيقة قاعدين بنحط صح على بلايباك وهيكا بس انت افتقدين الحقيقة الناس مش جاين على الاني فيهم يسمعوا الغنية بالمبوع اللي يجوا فانو لازم تغني بصدق انو ما بيعرفي غني لشي غني صح بس احنا كنا نغني عشان احنا منحب بس يعني مو منحب يعني بدنا نجرب كل شي بدنا نجرب كل شي يعني مداما احنا في المجاة بدنا نجرب كل شي قدامنا شو ضل نزل منها طب ما سمع التيري شو حابين تعملوا كتطوير بالكونتنت يعني شو الافكار غير البرانكس وغير يعني هلا صرتوا هيك شوي ماتور وهلا عم تحكيني بالفاشن وبالميكوب شو الافكار اللي عم تكونيها لتطوروها ويمكن عصا عيد البرودكشن نفسها اذا بتطلعي باليوتيوبرز اللي هن انترناشنال بتلاقي انو عم يشتغلوا وبيعملوا بيك يعني بيك بيك يعني بيك صح انا بلد كي يزال بيك أشتهد تطلع عن طارق اللي برانكس واتكون الكبيرة ومتعوب عليها بتاخد فترات بلد انا بيك نفسي بيك جديد تكبر حتا وتكون أكبر ويكون هناك اشتهد بيك أشتهد انا بفكر في هذا الشيء اكتر انا بجيبها افكار اكتر لازم يكون شيء اكبر لازم يطلع عن فرمانكتك لازم يكون في شيء جديد فكرة جديدة اليوتيوب عشان يوتيوب يمشي اعلمين قصدي؟ اه بس هالفكرة ما عمتيجة يعني لسي ما فكرت بفكرة اصلا هي بتساعدك انا بساعدك ما بتساعدني انا ما بديم اساعده لانه هي بتجيبه احنا نصغر عادي هي بتجيبه وبيجيب صراحة انا ما بجيب افكار بس كتير بجيب انا بس باخذ انت بتمثيل شاطرة اه هي بتمثل اه هي بتمثل جد يعني تاخد الدور مضبوط انا ازبطت الدور تحكي معا لا لا انا ما باخذها بشكل جديد تمثيل يعني بكل اخر حلقة من حط كواليس اذا شفت يعني بدي كن ساعة واحد عشان المشهد انا بضحك انا باخذ انا بضحك بلوبرز يعني بتعمله كتير بلوبرز بلوبرز ايوه حسن باخذ الفيديو شان ناس شوفوا شو بصير بلوبرز طيب نقلتوا على بيت جديد نعم من السبور صح كنا بابضبي لانه بلوبرز بس اجينا على دبي عشان نشغلنا كل هون و كنا يعني كنا كل يوم كل يوم كل يوم من ثلاث نجع دبي و ساعتين طريق عشان نشغلون شوية اشياء ساعتين روحها ساعتين رجاش اربع ساعات بيروحوا عشان نروح لدبي مشوور طريق و كما نقلنا عشان ينورستي رغد قريب منها و هي مش حاب السكن فاطلعت نتسكن و رجت عنا صحيه كان الان من، الرئيس الريجي المن رئيز اللي من قالنا هون نعم الان في دبي عشان رغد نعم مش عشان السيار اكتر بس عشان شغل رغد عشان جامعة رغد فقط عشان جامعة رغد كيف لأزين دبي و العادة في دبي احلى من ابوضبي مستمممت لسا ما صار شي لسا أسبوع بي ها اكتفيتس اكتر حتش اكتفليس لسا في كتير ما سوينا اكتفالي طريقة، بس تشعر أن أبوضبي جميلة وهذه للروائة لكن الأكتابات أكثر تلايها هون من هناك هناك بتخلص هناك تفكي تخلص سبزلوا حذر أن خلصنا كل شي نقب بوضبي يجب أن نجرب إشي جديد الهاتف التولدنا هناك يأ إيجينا إلى إبوضبي لكي ن أيضًا مباشرة وكي نرجح أن نرى إيجينا على إبوضبي اوه عدوضبي نأنيتهم حلوين أبوضبي بحسها شهريا أكثر نحسها شوي إنترتينيك أكتر أنا عشتهم أثنيناتهم نفس الشي ونفس الشي اضطريت أنه يجي لهون لأنه صرت مشوير يعني أهام نحن بالمجال بس أنا عم بعدني ما صرت يوتيوبر يعني مثل كل كنت يوتيوبر؟ أنا عم بودكاست ما بعرض زي اسمه يوتيوبر صح يوتيوب بس او يوتيوبر متربيو بحس ما بعرض زي بس شو اسمه الموضوع قصة الـ ما كتير حسيت كون انترستد يعني أنه بموضوع أنه الـ مع حدا مشهور مع أشخاص كتير مشهورين ببرا بـ آآ اوكي ما عارف إحنا ما عارف نحب ما عارف نحب أنه نركز على شغلنا هيك طوال ركت علينا إحنا التنين بلا أنا كخيانة كمي عشان تفهم السؤال وبخصوص الـ ما منركز عليهم كتير بس إذا صحنا الفرصة نسوي الـ نسوي الـ بس مش إنه كتير بدنا مو الساب الرئيسي والهدف تبعا بيجي كون عروض بيجي بس ما بعرف منهم بيكونوا لا مامي ما بعرف مش زي مني هني ما قللك يعني مش نفس الـ الـ يعني بيجيك بس إحنا مش جيميك بس إنتو عندك قناعة جيميك بالضبط خبروني عنا شو هي القناعة هاي سويناها عشان عشان نلعب جيميك إحنا كمان عندنا طرف منا بحب الجيميك بس إحنا مش كتير بحب الجيميك بس إحنا إحنا من سنة كنا كتير 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 نلعب لعي اسمها بابجي كنا إدمان فيها فحبنا نفتح قناة ونشير لعب مع الناس وحبوا هالشي وكملنا فيها وصلنا ننزل فيها أشياء تانية نزل الشيح كعتي إنه ما عنا وقت عشان نصور لك يعني عنا قناة جيميك قناة روان ريان عنا انستجرام عنا تيكتوك عنا فول تايم جوب يعني ما ما تسمي جوب إنه كتير بدأ شغل مناهيني يعني ما أطلع على حياتي إذا كانت دون سوشيال ميديا بحس ما ما أحبها كتير إذا أعتقد إنه السوشيال ميديا إشي كتير حريو سأريم السوشيال ميديا صلاحة أكيد أكيد تب تلاقي الكونتينت العربي هو أساسي بالنسبة لل اللي أنتو عم تعملوه ولا مثلا متفكروا إنه يمكن إذا بضيف عليه كونتينت أجنبي شوي أو اللغة الأجنبية ممكن نلاقي شيء إنترناشنال أكدر بحس الكونتينت العربي أحلى يعني مثلا ما بحس العربي رحيش يشوفوا فيديو بنحكي فيه بالإنجليزي بيفضلوا العربي كل الكونتينت العربي كله مكس بعضو العرب وأجانب هم نفس الكونتينت الآن نحن نحن نفكي أنا إي think شو هاي؟ كم يجيب؟ بس هي العادة أكتر أم أن أفضل أي أن ينفكي عربي كل الوقت أنا أعطي فيديو الناس ليست إيحضروا أدماً بين نفكة العربية العرب يعني تطلعوا على الفيديوات العربية أكتر وأنا كما أنت طايمة صراحة عندما كنت أحدى الأجنب كثير أتص Alexandra تحس الفيديوات العربية هي اللي بتمتتيني أكتر يعني بالمبسط وأنا فيها لأنهم بيسووا جو بحسنا مش شو ما بيسووا جو لذا أحب الجهة العربية أكثر وبتحسي أنه بعد في مجال أنه واحد يخلق بالعربي يعني أكثر تحسي أنه ما نعملت كل الأفكار بعدها هون يعني بعد في مجال وحتى لو بتجيبي مثل ما قلتي أنه جبت فكرة أجنبية فيك تعمليها بالعربي وترجع وتلاقي العرب أنها تفاجأت فيها ومش شايفتها هذا ممكن هل ممكن أي حالة يجيب فكرة مثلا ثلاثة وثلاثة وثلاثة يعني فيه لسه مجال ما خلصوا الأفكار هو اليوتيوب كله ترندات بطلع ترند اللي كل بيسوي هيك هو ففي كتير أفكار بحس المفاجأة بتطلع كتير حلوة زي مثلا في سكويد جيم طلعت هو طلع مسلسل فاليوتيوبرز أخذوا انسپرياشن منه صاروا يسوي علي فيديوهات بس طلعوا كتير حلوين مسلسل سكويد جيم اللي هو لا سيريز صح صح بسوه كتير طويل بسوه علي الناس كونتن صاروا يسووه بالحقيقة ففيك تطلعون اي الشي يعني عادي السكر وما السكر وهو ليه السكر أجر كنا نسويها أو نسويها مثلا عادي كنا كنا نسويها بالبيت بس ما كنا نصور كنا نحب نسويها بس هوا ناعي بقناة من ميرا طيب كول الريل لزعم تعملو هون الشورتس باليوتيوب ما بلشتوا فيها ما معرف ما وفضنا فيهم لسا ما جربناهم ما نعرف كش ما جربنا بس نزل شوية بقناتنا الجيمينج بس على قناتنا المين لسا ما جربنا ما جربنا بس اعتقد انه جيد يمكن نجرب بعدين هلا الشورتس ما بعرف ايما هو اللي بيحضر كمان شورتس متل انو بتحس التكتوك هو شوي سيطر عالكل فصاروا الكل مدر يعملوا نفس الشي ادي عالتكتوك عم تعملوا اشياء كمان كونتنت اه تكتوك ترانزشنس منغني عايسوت عادي منسوي ترانز كمان رأس واشياء فن اي اكتر فيديو انا شفت فيديو لليك ممكن في اكتر يوتيوب اه يوتيوب 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 اهى يوتيوب ايه اه ايه في شي كتير انا ذكرلك اي واحد انا انا بتذكر روان дог eman خطف شوز غنية انت عندت تتتطع شو اسمها يا ممر روان وريان خطفو انو احنا كنا طفال نلعب بنروح دوكانة مثلا بنوصل الليل وما منوع عشان انو في حارمي وهيك وهيك صح فاحنا حبينا نسويها انو عشان انو صغار يشوف ويعرف شو بيصير واحنا كنا صغار احنا بس كنا نسوي يعني افكار منشوفها بعدين سوينا رغد امنا وحسس هي امنا لا ما بيصير وهيك تقولنا ما بيصير واحنا نلعب وهيك وقارنا نهرب بعدان خطفنا ومين اللي خطفنا اخونا وربطونا قدام البيت على هاي بتاعت هاللايت اللي بالشارع وبعد انو اجا تلقاتنا وساعدتنا لو اهمش هي مربطين بالشارع اللي اخدنا ويربطنا مش شارع ومكنا فهم مش فاهم يعني قدام البيت واخوكي بس ما حس ايشو حيري وايك وحنا صغار كنا نسويها شاشا نوعي الناس بشو بصير واحنا كنا كمان نستفيد من الفيديو من احنا بنعمله نفهم شو بصير يعني كتب نايز كتير ببساط فيكو اذا في شي لا ما خلص فينا نكمل بس فينا بدي تخبروني انتو شغلي هيك من اعودكو انا ما بعرفها ما سألتكنيها أعتقد أن الناس يفكرون السوشيال ميديا بحس الناس أنا نظرت الناس للسوشيال ميديا أنه بس عشان مثلا يطلعوا يستفيدوا منه عشان يستفيدوا منه اليوتيوب يستانيين بس أنا بشوف أنه بحس الكل بسوي أشياء وفيديوهات عشان يبسط وكمان يمكن يستفيدوا منه فأعتقد أنه وبدو السؤال السؤال مسألة بس هو بزنس اللي أنت حكيتيه بينفع يكون تسلايه وبينفع يكون بزنس ما بيأثر غلط إذا السوشيال ميديا بتطلع مصاري يعني بتطلع الشغل كلنا عم نشتغل بالسوشيال ميديا وكل العالم عم تتأثر بالسوشيال ميديا حتى عم تروح تشتري إقراض والدعايات بالسوشيال ميديا والدينة كلها صغيرة بالسوشيال ميديا السوشيال ميديا هو التلفزيون مثل ما كنا نحضر دعايات من قبل سرنا نشوفهم بسوشيال ميديا نذكرت لما ضلعنا على كارتننت وكب زكري سوينا أغنية كمان كانت حلوة شو هي الغنية؟ عن التنمر عن التنمر اه بيجيكم تنمر؟ تنمر كثير حلوين في حد ما بيجي تنمر؟ ما بعرف شو تنمر؟ شو مكان في الفيديو؟ اه اي شي اي شي شو مكان؟ انت معناك شي بيترعلك اياه يعني بنتقدوك السوشيال ميديا بشوف انه كثير بيطلع انتقدات عن الناس ما في سوشيال ميديا من التنمر؟ كيف بتردوا على التنمر؟ أو بتعلقوا على المساجات اللي بتجيكم؟ انتمنش؟ انه ما بأثر علينا؟ ما بأثر يعني احنا اوكي بدك لانه طبيعي يجي كل انسان تنمر طبيعي يجي الناس اللي يحبوه وناس اللي يكرهوه لذا اعتقد ان هذا الناس بدي نسبته يعني خصوصا لانه الجيل اللي يحباركم يكون كمان صغير يمكن يحب يتسلى ويحب ينتقد مرات حسب نوع الفيديو بيجي تنمر مش كل فيديوهات حسب الفيديو يعني اذا في شي ما حبوا مثلا في الفيديو ثم يعدوا يعلقوا 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 عليه اذا حبوا الفيديو وما شفوا فيه اعملتوا فيديو وعملتوا دليت شي مرة يوتيوب؟ لا عملنا عشان تنمر يعني؟ لا انه ما عجبكم او طلع في شي غلط تذكري فيديو خالد؟ اه صح سوينا فيديو وعادي يطلعوا وطلعوا كل شي بعد كم سنة اخونا كبر وما بدو يتلعط شميديو فمسحنا الفيديو هاتي معه محب شكله صغير لا محب ما بدو حد يعرفه بديو حد يعرفه ايو بديو حد يعرفه بس كل الفيديوهات اللي عملتوه هن ما كان فيها ايه لا 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 مش عبين شي هادي عشان يضلوا للذكره في دراسة منيحة يعني في تخطيط مظبوط وفي مراكم الادارة منيحة مرتبة شي هيك الفيديوهات كتير منيحة ده بسؤال كمان تقني هدي بدي مساعدتكم فيها لما تحطوا اليوتيوب تحطوا للاطفال هلا بصراحة مش احنا بننزل ايه انا بدي حط هون للاطفال انا جد ما عارف لانه انا في كبسي قبل ما نزل اليوتيوب انه هل يسأل انه هل يستطيع الاطفال ان يحضروا ما بعرف في كبسي انا بأعطول بقول لا انه بلا ما يحضروا هلا ما اضطر رحطه احنا لا احنا كل حدا في كونتنت للصغار يعني في كونتنت يكونوا صغار احنا كل حدا كل حدا بحضر انا ما ما عارف اي كبسي بحطوه انه مش انا بنعمل فيه سراحة مش انا اللي بنزل الفيديو لازم نسأل سؤال لباما او نسأل للأخر او لرغب لا بتقول لا هذا ما بنحط هلا نسأل ساجت هلا باتفاط są ساجت حسنا فرج 3 years 3 years 3 years كما ماذا نريد أن تفعلemplar عندما حتشان من 3日 هذه العالبة نحن أخذ ليس بلون نعم 18 سيارة سيارة وانتو شون ترافيلينج أي بلد تحب تروحهم احنا أول شي كنا بدنا تركية عشان نحضر بزرات تركية رحنا 3 مرات اربع مرات واخدنا جنسية وهلا بدنا اشيء بعد وخلصيني هلا مفروض موفي مسلسل تركية هل دا نغير للموفي ايوان أنا وريانتين حابين روح نيويورك نحن نحن حتما الأخونا ندراس بره سرحنا عك من عندكم لحالكم انت تسأليها سؤال هي تسألك سؤال كان بدي يسألك سؤال عمرك سويت مع او ناس بودكاست ومرتحت فيه او ما عجبك اوكي بدي احكي الحقيقة مش انه ما عجبني الاشخاص ما عجبني ما بكون راضي مرات على الكونتنت اللي قديش هو طلع ناجح ولا لا اكيد يعني بس على طول بكون مختار الديوف بكون انا عارفهم ومرتح معهم بس مرات بكون متوقع عندي على الشخص مرات مثل وخصوصا فيه اشخاص بيكونوا بالكمفورت زون تابعهم يعني مثلا بيكونوا لما بيكونوا على تيك توك او بالسوشيال ميديا مشهورين بس بيكونوا هني مشهورين لانه هني بيحبوا يطلعوا هيدا الشي بينوا مجرد ما يقعدوا مع بمقابلة بيتغير يعني بطل بطل عم بيكون حالوا يعني انتو الطبيعية متل ما شفتكن على اليوتيوب شفتكن هون ما كان فيه هيدا الشي ولاحظتي ما عم نسأل اسئلة عمام حاضرين نسألت الوراء ما فيه شي عم بسألكون انو انتو هيك هيك طبيعتكن وحبيت انو ضلوا على طبيعتكن بس فيه اشخاص بشكل عام انو يمكن بتلبكوا قدام الكاميرا شوية صغيرة بس بالكامير وحبه عن السؤال عندي السؤال في مرة صورت حيحكي عن نفس المبدأ في مرة صورت مع حدا كمان بودكاست بعدين قالك انه ما عجبني السؤال ما تحطه ما هاي شو كان بالسؤال الشخص ما بدنا يا بدنا السؤال مش السؤال أنا ما بسأل كثير أسئلة أو طريقة أو شيء هي مش أذنه أنا ما بجرب أحرج حدا بالأسئلة طبعية بس أنا بجرب وصل له لمطرح معين ففي محل وصلني له بالحكي فالشخص اللي قدامي حكى أشياء personal عن حياته صارت معه بمشاكل بحياته بعدين بعدين أنه هي بنت ندمت على أنها حكيت لهاي الأشياء اللي هي private وأنا احترمتها الشي فقط شلته من البودكاست مع أنه بفضل أنا ما بعمل edit للبودكاست فبجرب قدمة فيي أنه ما نشيل ولا شيء يعني هلأ مثلا خربطنا وقعت الموبايل كله بخليه ما عندي مشكلة بحب بفضل أنه يكون الـ content طبيعي عفوي عفوي بس أكيد بحترم إذا فيه أشياء private مع أنها قلتها قلتها مش أنا قلتها يعني بس أنه تغيرت رأيها حسنا طب هلا أوكي حتى ضدنا أنت تسأل سؤال رح تغير رأيكم أنتوا في شيء لا نعم بدك أنت تسألنا كل واحد تسأل حالها حسنا سؤال عن أي شيء أي شيء إشي أنت بدك تسأله بس ما فيك تسأله أنت حسب وهيكي ويسأل يعني ما بحرف قدي السؤال تقيل رح يكونوا لا لا بس عيونك زره وأنتي عيونك مش زره توقعت شك سألته سبحان الله انا طالع على بابا هي طالع على ماما هلا بتعرف ان انا البنت الوحيدة لا هلا ذكرت انا بابي لا انت طالع على بابا ولا طالع على هي طالع على ماما سوى العيون مظبوطة هيدي اول شغلي انا طالع على انا طالع على بابا بني سوى رغد ريان وميرا وطالعين لماما وانا واخوي وبيبي سيستر مرها 2 عام هي اسمع هلا هاي البيبي اول ما تولدت كان عينوها زيهم اوية لو انك تذكر اوية اسمينو انه جروب انتو جروب كانت زيهم بعدين بعد كم شهر قلبت زيه ما بعرف كيف واصلا هي بتشبهني انا فانا وايلا البيبي وخالد احنا الثلاثة بني طالعين لبابا وهم الثلاثة ماما ثلاثة ثلاثة لبابا وانا طلعت معا صراحة انا جربت اللانتز قبل كان في تحدي على اليوتيوب انو بدل ان هي تصير بني وانا ازرع جربتهم هي لما احطت البني صاروا اخضر عشان هي يزرع انا احطتهم ما احبت شكل تعالت بخوف انو طلعت انا ما حيلبق لوجهي هي احلى عليها البني وانا كمان حابت مرنا جربت فيلتر بتيك توك العين بني كتير طلع حلو فجدت بحيث هلا لون ذهيت منه بحيث لازم تغير حلو هلا حلوين على طبيعاتكم هيك متل ما انتو يعني ما ما تغيروا خليكم متل ما انتو الشي اللي بحس لها انو كل ما نروح اي مكان اي شخص متلقاه انتي حتى الانسلز او مي جود اشوه حتى انا بسلوان هيك بسألوها متحس انوا مفكروا انو مستحيد لاي واحد عربي عندهم ملونة يعني كل العرب نصهم معظمهم عندهم عيون عندهم عيون ملونة لا مش معظمهم احنا اكتر بدني واسود بس فيك تلاقي كتير نصبة كبيرة بس اكتر بحس البني بس بحس انو العرب لما يكونوا عيونهم ملونة بكونوا حلوين يعني بكونوا احلى يعني ترفي الاجانب البشرة السمراء بالبقلة ايا كتير بطلع ان شاء الله طيب اخر سؤال نعم هاي مرة الخمسمية بدي وقف الحلقة شفتم بس 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 اذا انا انا اصلا اجيت هون احاك مش قادر نلف وجيناك شان نمت نوم غلط اه او الله اوك شكرا لكم شكرا لكم شكرا لانو جيتوا على البودكاست كتير مبسط فيكم كتير طبيعية انا كتير مبسط فيكم كان الموضوع انو قديش رح يكون انا قادر فرق بالجيل بيني وبينكم انو احكي معكم فبس لان لقيتكم ويعيين وعندكم طموح وشاطرين وبروفيشنال انا مبسطت كتير فيكم شكرا لكم شكراOR Audio Aquent نعم لك شكرا لكم شكرا لتا Mo لنا عليهم ما طلعب هنه كتير لا حايف ولا يناك أنا هايك لا فأتي هون هلا اشتركوا في القناة